العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم تدخل يومها الخامس عشر المعارك لا تزال محتدمة بين القوات الروسية والأوكرانية في ضواحي كييف تحديدا حيث اشتد القصف الروسي بالقذائف والصواريخ والطائرات الروسية هذا ونشرت وسائل أعلى من روسية صورا قالت بأنها تظهر تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية سيطرت على بلدة بوهدانيفكا شرق المدينة نتحدث عن العاصمة مشاهدين المدينة كييف كما تظهر هذه الخارطة أفادت كذلك أوكرانيا بأنه جرى فصل كامل لمولدات الكهرباء عن محطة تشيرنوبل شمال كييف التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية والتي طبعا هذا بسبب عمليات عسكرية روسية إذن الجيش الروسي يقترب من كييف أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على أجزاء من مدينة ماريوبول الساحلية إذن نعود الآن إلى الجنوب هذه المدينة المحاصرة بجنوب البلاد أثار أيضا قصف القوات الروسية لمستشفى أطفال في ماريوبول غضب السلطات الأوكرانية والغرب فيما نفت روسيا قصفها للمستشفى وصفة هذه الأخبار بالكاذبة مع تقدم القوات الروسية إذن في ماريوبول أعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على مدينة ديرهاتشي شمال غربي خاركيف الواقعة أقصى شرق البلاد كما تتابعون معنا على هذه الخريطة الجمع بين تكتيكات الدفاع المتنقلة والعمليات الهجومية بذات الوقت المضادة لتخفيف الضغط عن المدينة بموجب وقف محلي لإطلاق النار أوكرانيا أكدت فتح سبع ممرات إنسانية في مدن تحصرها القوات الروسية من بينها مدينة سومي المحاصرة وهي شمالي شرق أوكرانيا سومي تعاني من انقطاع تام للكهرباء والماء والخدمات الأساسية بالإضافة إلى مدن شرنيهيف وخاركيف وماريو بول كما تحدثنا بجنوب البلاد اشتركوا في القناة